السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي تلاميذ السنة الأولى متوسط مرحبا بكم في قناتكم المفضلة على اليوتيوب قناة اللغة الإنجليزية كما رأيتم في عنوان الفيديو في درسي اليوم سأشرح لكم الصفحة 17, 18 و 19 من كتابكم المدرسي في اللغة الإنجليزية شرحت الصفحات السابقة في فيديو سابق سأترك لكم رابطة في صندوق الوصف والآن لنبدأ بدرسي اليوم عنوان درسنا اليوم كما ترون My school things My school things School معناها مدرسة Things معناها أدوات أو أشياء My معناها تاعي ضمير ملكية معناها تاعي My school things يعني أدواتي المدرسية I listen and repeat I listen and repeat أنا أستمع وأعيد أي سأقرأ لكم الكلمة تستمعون ثم تعيدون ورائي حتى نتعلم مفردات جديدة بالإنجليزية كيفية نطقها وكتابتها بشكل صحيح أيضا Let's begin لنبدأ A pen A pen A pen سيال A ruler A ruler Ruler مستر A sharpener A sharpener Sharpener مبرات A pair of scissors A pair of scissors A pair of scissors مقص A book A book Book كتاب A white board A white board Board معناها صبورة White بيضاء A white board A dustbin A dustbin A dustbin سلة نفايات A portfolio A portfolio A portfolio ملف الذي نحمل فيه الأوراق يعني ملف A copybook A copybook Copybook كراس A school bag A school bag School bag School bag حقيبة مدرسية A slate A slate A slate لوحة تباشير A rubber A rubber Rubber ممحات A chair A chair Chair كرسي A desk A desk A desk 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 مكتب A pencil A pencil A pencil قلم رصاص A pencil case A pencil case A pencil case A pencil case مقلمة A data show A data show A data show A data show هو ذلك الجهاز الذي يستخدمه بعض الأساتذة لعرض البيانات الموجودة في الحاسوب على الجدار مثل ما هو متواجد في الصورة colored pencils colored pencils colored pencils colored معناها ملونة pencils معناها أقلام colored pencils معناها أقلام ملونة هنا كما تلاحظون حرف الأ أو الأي بالإنجليزية موجود أمام كل كلمة من هذه الكلمات لماذا؟ أي هو أداة تعريف باللغة الإنجليزية أي هو أداة تعريف مثل ما عندنا في اللغة العربية الألف واللام القلم الكرسي في اللغة الإنجليزية عندنا A عندنا أيضا The وأن أدوات التعريف سنتركها لدرس آخر هنا فقط ما عليكم معرفته أن الأي أداة التعريف هذه تستخدم أمام الأسماء المفردة أمام أي اسم مفرد هو أداة تعريف نكرة نستخدمها أمام الأسماء المفردة مثلا A chair معناها عندنا كرسي واحد فنقول A chair عندما يكون عندنا كراسكة كثيرة نقول Chairs نضيف الأس Chairs ولا نستخدم الأي هنا مثلا Colored Pencils لماذا لم نضع الأي؟ لأن Colored Pencils في الجمع وقلنا أن أي أداة التعريف نستخدمها قبل الأسماء المفردة فقط والآن هنا عندنا تمرين I match the word and the picture أنا أتابق الكلمة مع الصورة أي نربط نقوم بربط الصورة هنا مع الكلمة المناسبة لها أي الشيء مع تسميته المناسبة باللغة الإنجليزية هنا يمكنكم إيقاف الفيديو ومحاولة حل هذا التطبيق ثم سنقوم بتصحيحه معا والآن لنقوم بحله معا A rubber A rubber ممحات A pencil case مقلمة A pen سيالة A school bag حقيبة مدرسية A pair of scissors مقص A ruler مسترة الآن لننتقل إلى التطبيق الثاني I listen and do I listen and do أستمع وأفعل في هذا التطبيق من المفترض أن يطلب منكم الأستاذ في القسم أن تشيروا إلى شيء معين من أدواتكم المدرسية Example مثلا يقول لك الأستاذ find a chair find a chair find a chair معناها جد كرسيا find جد a chair كرسي ماذا أفعل؟ I stand up أقف and find a chair and find a chair in the classroom أقف وأجد كرسيا في القسم وأشير إليه طبعا إذن مثلا في المثال الأول هنا find a school bag find a school bag جد حقيبة مدرسية تقول لك الأستاذة find a school bag ماذا أفعل؟ أشير إلى الحقيبة المدرسية أشير إلى الحقيبة المدرسية لأنني أعلم من درسنا اليوم أن school bag school bag معناها حقيبة مدرسية وهكذا I look at the picture and do the same معناها أنظر إلى الصورة وأفعل مثل الصورة مثلا تسأل تطلب منك الأستاذة أيضا find a rubber find a rubber أعلم أن rubber معناها ممحات إذن أشير إلى الممحات find a pan find a pan نعم أحسنتم find a ruler find a ruler جد مسترة إذن أشير إلى المسترة find a pencil case find a pencil case مقلمة find a slate find a slate أشير إلى لوحة لوحة الطباشير تقول لك الأستاذة find a pencil find a pencil أيضا نعلم أن a pencil معناها قلم رصاص إذن نشير إلى قلم الرصاص find a sharpener find a sharpener نعم صحيح نعم صحيح كما درسنا في درسنا اليوم sharpener معناها مبرات وهكذا بكل بساطة وبهذا ينتهي درس اليوم ما عليكم فعله هو محاولة حفظ المرادفات الجديدة التي تعلمناها في الصفحة رقم 17 كيف تكتب وكيف تنتق لتبهروا أساسدتكم في القسم بمهارتكم في اللغة الإنجليزية وأراكم في الفيديو القادم في درس جديد بإذن الله إلى اللقاء أيضا جهزت لكم فيديو آخر عن الأدوات المدرسية باللغة الإنجليزية ولكن بطريقة ممتعة ومشوقة أكثر يمكنكم إيجاد رابط ذاك الفيديو في الصندوق الوصف أسفل الفيديو أو يمكنكم أن تجدوه في القناة أو سأعرضه على الشاشة في آخر هذا الفيديو موسيقى